اشتركوا في القناة من العام 2020 وبرعاية الوسيطة الأمثل للتداول في الشرق الأوسط الشركة السويسرية العالمية للوساطة المالية وبإمكانكم التسجيل والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الشركة من خلال الروابط الموجودة في صندوق الوصف أسفل الفيديو إذن أخواني العزاء نبتدع فقرة التحليل الفني لزوج اليورو دولار ونلاحظ أخواني العزاء أن زوج اليورو دولار قد نجح بالفعل من تحقيق الهدف الأول الماثل عند مستوى سعر 1.20 ألف ولكن سرعان ما بدأت الأسعار بالارتداد من منطقة الـ 1.20 ألف والذي تعبر عن منطقة مقاومة قوية جدا نجحت برد الأسعار إلى الأسفل متجهة للعودة إلى إعادة اختبار مناطق الدعم القوية الماثلة ما بين مستويات الـ 1.18.560 ومستويات الـ 1.18.900 والذي يلتحم معها المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم إذن أخواني العزاء نلاحظ أن الأسعار في حال تمكنت من الهبوط إلى مستويات الدعم الذي ذكرناها وبدأت الأسعار بإنهاء التصحيحات الهابطة من الممكن أن نشاهد محاولة إنهاء التصحيحات الهابطة والعودة لاستئناف المسار الصاعد والعودة لاستهداف مستويات الـ 1.20 ألف ومحاولة تجاوزها والصعود إلى مستويات أعلى منها أما في حال أن الأسعار نجحت بكسر مستوى الدعم الماثل ما بين مستويات الـ 1.18.560 ومستويات الـ 1.18.900 في حال تمكنت الأسعار من كسرها والثبات أسفلها فحينها سوف يبدأ زوج اليورو دولار في الدخول في الموجة الهابطة القوية جدا الذي قد تصل بالأسعار إلى مستويات الـ 1.17.500 و1.17.000 خلال التداولات القادمة إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الباوند دولار ونلاحظ أيضا أن زوج الباوند دولار قد بدأ بالارتداد بالقرب من مناطق المقاومة التي تحدثنا عنها في التحليلات السابقة وهي مستويات الـ 1.34.000 وحاليا تقترب الأسعار أيضا إلى منطقة دعم قوية جدا وهي مستوى الـ 1.33.000 والذي يلتحم معها المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم وفي حال تمكنت الأسعار من الثبات أعلى مستويات الـ 1.33.000 والتداول أعلاها من الممكن أن نشاهد استئناف للمسار الصاعد ومحاولة مهاجمة مستويات الـ 1.34.000 ومحاولة تجاوزها والاندفاع إلى مستويات قد تصل إلى مستويات الـ 1.35.000 أما كسر مستويات الـ 1.33.000 قد تدخل هذا الزوج في موجة تصحيحية هابطة عنيفة جدا قد تصل إلى مستويات الـ 1.31.600 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الباونديين الملقب بالمجنون ونلاحظ أيضا أن زوج الباونديين نجح بالارتداد من المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم والذي عبر عن منطقة دعم متحركة عمدت إلى رفع الأسعار إلى الأعلى بمجرد ملامستها وحاليا بثبات الأسعار أعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم وعلى الدعم الماثل عند مستويات 138.500 نرجح استئناف المسار الصاعد وتحقيق الهدف الماثل عند مستويات 140 خلال التداولات القادمة وشرط تحقق السيناريو الصاعد والأهداف المنتظرة هو ثبات الأسعار أعلى مستويات 138 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الإسترالي مقابل الدولار الأمريكي ونلاحظ أيضا أن زوج الدولار الإسترالي مقابل الدولار الأمريكي فشل في اختراق مستوى المقاومة الماثل عند مستويات 0.74.100 ومثل ما ذكرنا في التحليل السابق في حال فشلت الأسعار من الاختراق فمن الممكن أن نشاهد البدء بتكوين موجة صيحية هابطة قد تصل إلى مستويات 0.72.883 وفي حال تمكنت الأسعار من الهبوط إليها ونجحت بكسرها من الممكن أن تتغير مسارات الاتجاه لهذا الزوج وقد نشاهد الهبوط العنيف الذي قد يصل بالأسعار إلى مستويات 0.71.000 خلال التداولات القادمة إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل اليان الياباني ونلاحظ أن زوج الدولار يان لا يزال يسير في ظل القناة الرئيسية الهابطة وحاليا تحاول الأسعار اختراق المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم وفي حال تمكنت من الثبات وتأكيد هذا الاختراق المتوسط المتحرك من الممكن أن نشاهد استيناف المسار الصاعد وبدء تكوين موجة صحيحية صاعدة قد تصل إلى مستويات 105.100 خلال التداولات القادمة ولن نعتبر هذا الصعود تغيير للمسار الهابط إلا في حال نجحت الأسعار باختراق مستويات 105.100 والثبات علىها خلال التداولات القادمة إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الليرا التركية ونلاحظ أيضا أن زوج الدولار ليرا تركية قد فشل باختراق مستويات الثمانية ليرات للدولار الواحد وبدأت الأسعار بالهبوط وبمجرد ملامسة المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم والذي يعبر عن منطقة دعم متحركة لم تنجح الأسعار من كسر هذا الدعم وبدأت بمحاولة إنهاء التصحيحات الهابطة وفي حال تمكنت من الثبات أعلى خط المتوسط المتحرك مدة 55 يوم والذي يلتحم مع الدعم المحوري الماثل عند مستويات 7.79 من الممكن أن نشاهد استئناف الأسعار مجددا للصعود ومحاولة مهاجمة مستويات الثمانية وفي حال تمكنت من اختراقها قد يبدأ هذا الزوج في تغيير المسار إلى الصعود القوي الذي يستهدف مستويات 8.20 و8.45 خلال التداولات القادمة إذن أخواني العزاء ننتقل ختاما إلى تحليل البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي ونلاحظ أن البيتكوين قد نجح فعلا بالارتداد من المتوسط المتحرك وحقق الهدف الأول الماثل عند مستويات 19.000 دولار ويقترب من تحقيق الهدف الرئيسي الماثل عند مستويات 20.000 دولار ونلاحظ أنه لا يزال تداول في ظل قناة رئيسية صاعدة ولا يزال البيتكوين يسيطر على الزخم الإيجابي الذي يستهدف مستويات 20.000 دولار وقد نشاهد كسر لمستوى 20.000 دولار قد نشاهد مستويات تاريخية جديدة للبيتكوين قد تصل لمستويات 22.000 دولار خلال التداولات القادمة وشرط حقق هذا السيناريو والأهداف المنتظرة هو ثبات الأسعار أعلى مستويات 17.500 إذن أخواني العزاء إلى هنا نكون قد انتهينا من فقرة التحليل الفني اليومية لأهم أزواج العملات أشكر لكم حسن المتابعة وتقبلوا مني أطيب التحيات وفي أمان الله